تسعين دقيقة كرة ما وقفتشها كريم يمكنني أن أقول لك الشوت الأولاني أنا شايف ليفربول كان لازم يخلص المباراة يمكن بدأ المباراة كويس قوي ضغطة عالي كويس قوي من ليفربول لكن طبعاً النهاردة كورتوا يعني النهاردة أنا شايف اللي هو اللي قهد ريال مادريد البطولة يمكن الكرة اللي شالها الشوت الأولاني اللي هي جات في القائم كذا كرة برضو بتاعت محمد صلاح اللي بدماغه كذا فرصة والشوت الثاني طبعاً هو أنا شايف اللي كان بيلعب ليفربول النهاردة يعني محمد صلاح النهاردة فيه كرة اللي وقفها وهو بيجري وعلعبها بيمينه كذا هجمة فأنا شايف الكورتوا النهاردة هو يعني ممكن نقول سبب 70-80% من فوز ريال مادريد النهاردة بالبطولة لكن الشوت الثاني في ريال مادريد كريم فرقة كبيرة فرقة معاه مدرب محنك زي ما بيقوله وأنا أثناء الموراة وأنا بتفرك قلت لو ليفربول ما سجلش ريال مادريد حيلدع واحدة زي ما بيقوله والماتش يخلص وده اللي كان يعني برضو خلي بالك هم عندهم سرعات في الهجمات المرتضة يمكن خلي بالك في ظل ضغط ليفربول أكتر من كرة في كونتر أتاك تعملت يمكن فيه واحدة لكريم بنزيمة اللي هو كان عايز يرقص فيها وتقطعت فيه برضو فيه العيب رقم 19 نزل في آخر مباراة ده كابا فينجا يعني جات له واحدة برضو لا رقم 19 لا فيه واحد نزل سبيوس سبيوس ده نزل له برضو فيه واحدة مفراد برضو فهم كانوا برضو رغم الضغط اللي فربول عمله لكن ما كانتش فيه خطورة يعني انت النهاردة لو قعدت مثلا ساعة عدت ساعة أنا حاسيت اللي فربول خلاص مش هجيب جون وزي ما قلت لك والخبرات والسرعات وردما دريد من الفرقة زي ما قلت لك يعني ردما دريد حتى مباراة القابل نهاية مع منشرة سيتي وباريس سان جرمان برضو زي عارفوا برضو بيعرفوا يكسبوا الماتش يعني فرقة بتعرف تكسبوا ماتش بحيال فرقة كسبت شيلسي اللي هو حمل اللقب بحكي يكسب بريس سان جرمان اللي هو منتخب العالم بلزبط بحكي يكسب اللي أربع العتاولة بتخفي العالم بلزبط وهو كان الطرف اللي المفهول اللي مش في الحزبان أصلا مش في الحزبان خيال بتقول لك في الجلمة اللي بيقول لك شخصية الفريق طبعا طبعا شخصية كل فريق يا كريم زي ما قولك فيه لعيب بيبقى عنده شخصية في الملعب مش لازم بيبقى أحسن حاجة بس لعيب عنده شخصية نفس القصة برضو الفرق اللي بيبقى عندها شخصية زي أكسب بطولة ممكن ملعبش بأداء كويس جداً لكن بعرف أكسب أو بقى زي مرتلق وده لمدريد البطولة دي كلها ممكن مش أحسن حاجة أداء يعني انت لو تفتكر مباراة مثلا باريس سان جرمان آخر عشر دقيق خطفوا المطش والمباراة عادية مش التوب قوي في أي وقت لكن كأداء في مجمع للبطولة مش أداء حتى النهاردة في المباراة كريم يعني أنا شايف النهاردة ليفربول كان متحكم أكثر عنده حتة الاستحواس كويس عنده حتة تنظيم كويس لكن زي ما قلت لك فرقة الكبيرة أو الفرقة اللي عندها شخصية اللي بتعرف هي عايزة تاخد أي من المباراة وده اللي شفنا النهاردة لكن زي ما قلت لك أنا شايف كورتور النهاردة هو يعني بصراحة حاجة ما فيش كورة كريم ما شاء الله حتى في الكورة العالية أو في الكوراني للكور السابتة حتى هم كل كورة بيطلعها هتلاقي السيرد باكين بتوع بتوعية المدريد بتايرين فوقيه وبيشجعوه بتاع فأنا شايف النهاردة هو من أحد الأسباب بالفوز مين تاني عجبك في المباراة؟ في الفردي النهاردة لا لا جامد جدا بيجري كمية جارية غير طبيعية بكارين في المقدمة دي إن هو كان المحور الدفاعيا وهجوميا وفي النقالات لا وبعدين عايز أقول لك على حاجة عنده حتة التحولات بيعملها كويس جدا يعني من اللعيبة النهاردة عمل 3-4 كورة في تحولات ويحط الكورة في مساحة دفاعيا كمان يعني أنا فوجة نظري هو اللي شايل نص ملعب بتاع المدريد فعجبني النهاردة أنا حتى والله ما أعرف اللي انت تكلمت في المقدمة كده لكن الناس كلها كانت بتقول لك موردتش و36 سنة وبيجري كده أنا شايف اللي في الفيردي في نص الملعب لعيب مهم جدا في اللي انت وانتوا بالزبط كده التحولات بسؤولة حيطة بقى حلوة لو ركست في المجرأة أو رجعت لها تاني هتلاقي الشوت الأول أنشروتي كان بيبدأ بنا اللعب من عن توني كروس بالزبط وكان بيضغط ليفربول كويس وبيعرف ياخد الكورة تاني الشوت الثاني بدقه كان بيبني اللعب كله من عند لوكا مودريتش بالزبط تحول أداء كان كل كورة بيخرج بها ريال مدريد بيخرج بيخرج بها طاط ساقة عشان موردتش عنده كريم ميزة اللي هو بيلعب اللمسة مش اللعب اللي لازم يعني توني كروس بالنوعية اللي بيحب يمشي بالكورة شوي لكن موردتش بيطلع الكورة من رجلي بسرعة ويقع محضر قبل ما الكورة تجيله حيعمل ايه فيه عنده سيناريو هاي بالزبط وعلى طول هتلاقي خلي بالك فيه ميزة فيه اللي هو على طول عينه يعني فيه لعيب ممكن لعيب كورة بس هتلاقي عينه في الأرض عطول موردتش هتلاقي على طول عينه فوق بالزبط وده بتفرب من أي لعيب العيب اللي انت عينك فوق عندك رؤية لكن زي ما قلتلك اللي هو بيطلع الكورة بسرعة وبيبشيش بالكورة كتير عشان كده انت لعيبت مع أكيد حسام غيلي عشان كده كنت محب بحسام غيلي اللي هو بيمشي بالكورة وعينه فوق وفيه لعيب توسط ملعب كتير جون في مصر بس على طول عين يوم تحت وعندهم مهارات كتير بس دايما كان ميزة حسام غيلي اللي بيتميزه عن ممكن لعب تاني انه بصص لفوق بالزبط وعنده رؤية اللي هو بيعنده حلول يا حلعب هنا يا حلعب هنا يعني بيبقى محضر وهي كورة غياله هو هيتصرف فيها ازاي صح فده النقطة اللي انت بتتكلم فيها للشوت التانية اختلف أداء ريال مدريد الى حد معنا شوت الأولاني اللي مردتش عنده حلول ازاي طلع كورة من تحت ازاي تطلع بكل سلاسة وكل هدوء